لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه معنى القول طيب هذا يا أستاذي علمنا لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله أفلح من دوما نازاه في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجاه فامتلأت بالخير يداه لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه معنى القول طيب هذا يا أستاذي علمنا كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا هي خلق من خلق الله وعجب ممن عبد البشر من يعبد من دون الله هل خلق من الكون حصاه هل يملك ضرا أو نفعا هل يملك موتا وحيا لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه معنى القول طيب هذا يا أستاذي علمنا سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة